اهلا وسهلا فيكم عن جديد مشاهدين ومستمعين الكرام ببرنامج الحكي بالسياسة بسنة راحب بضيفي الاستاذ المحامي عادل نصار صباح الخير اهلا وسهلا فيك بالمستمعين اهلا وسهلا استاذ عادل يعني تقييمك للملف الرئاسي اليوم من بعد كل تطوراتي اللي حصليت والابرز ترشيح حركة امل او رئيسة دولة الرئيس نبيه بره وسيد حسن لا سليمان فرنجية هلا يعني كان الترشيح ضمني صار ترشيح علني الموضوع هو شو بيأثر هاد على المصار بيزيدوا جدية لانه اليوم في اختلاف بالرأي في ناس عم بتقول انه لأ اليوم ترشيح سليمان فرنجية قبل الاتفاق هو تأكيد انه نحن متمسكين بسليمان فرنجية في ناس بتقول انه لأ هنه ما معهم خبر كان الاتفاق في ناس بيقولوا لأ هنه حرقوا مجرد ترشيح لا ما بعتقد انه قصيت انه حرقوا لانه كان فيه وضوح لدى جميع الجميع انه كان الوزير فرنجية هو مرشاح هالفريق هايطا وانه كان فيه توافق من قبل الرئيس برري ومن قبل حراكة امل تجاه وفيه عدة اشخاص يعني داعمين ترشيحه هلا الموضوع هو انه رئيسة الجمهورية هي شخص ووزير فرنجية عنده علاقات مع عدد من اطراف بالشخصي هو نظرة سياسية وهون فيه اختلاف وجوهات نظر مع الوزير فرنجية عدد كبير من بيختلفوا معه بوجهة النظر وبيعتبروا انه الوزير فرنجية طبعا هو جزء من مشروع امتداد كميان جزء من معسكر سياسي زي بنا استعمل كلمة معسكر اللي هنه رافضينه هالمعسكر بس الاهم برأيي انا برئيسة الجمهورية والناس ما بتلقفت الى هي قيلية انتخاب الرئيس يعني لما تم انتخاب الرئيس هون بلش ترشيحه بدعم من نفسه طبعا يعني طيار وبدعم من حزب الله كان كل باقي الاطراف ضده يعني كان ولي جملات ضده كان رئيس بره ضده كان الحريري الرئيس حريري ضده كان دكتور جعجع ضده كان الشيخ سام جميل ضده يعني كان فيه معسكر ضده والاهم انه كان رئيس بره ضده يعني كانت حتى الطائفة الشيعية مقصومة مقصومة ازا منعتبر انه فيه صنائي شيعي يعني ما باختصر اكيد الطائفة الشيعية باحزاب حزبان ثلاثة او عشرة وبالتالي ضلوا حزب الله متمسك بهالموقف والرسالة كانت للبنانيين انه لما حزب الله بنقي مرشح يا بيوصل هذا المرشح يا ما فيه انتخابات والمهلة كانت سنتين يعني ما كان فيه كانت مهلة مفتوحة انه بنته سنتين بنتهون سنتين ونصب بنتهون ثلاثة الى ان رضخ قسم من اللي كانوا معارضين لا من قسم من كانوا معارضين لانه اذا نعتبر ما بعتيد الرئيس بره فعلا رضخ كان الاسر الاخر اما دكتور جعجع والرئيس حريري مشوا وتم انتخاب رئيس عون بهالقلية هاي بمعزل عن اللي رح يعملوا رئيس عون بذل السلطة بمجرد ما تم انتخاب الرئيس عون بهالقلية هاي كانت الرسالة اللي بيتكل على حزب الله ويوصل على السلطة بس كان اليوم كانت المعادة لغير يعني حجم حزب الله بالمجلس النيابة مع حولفاءه كان غير التوازن الاقليمي والدولي لمصلحة حزب الله كان غير اليوم في عدة معطيات تغيرت التوازن الاقليمي تغير اليوم كيف بتقرأ الاتفاق السعودي الايراني هلا الاتفاق السعودي الايراني هلا عم نطلع غير موضوع بس راح نكمل بالموضوع الاتفاق السعودي الايراني اول انتصار لثلاث اطراف هو بمجرد اعلان هايك اتفاق يعني بمجرد ما تعلن انه صار فيه اتفاق ما كل واحد منهم حق مكسب الايراني انه عزم على الطاولة الصين الصين لانه عزمت على طاولة الشر الأوسط والسعودية المملكة بعثت رسالة واضحة انه الفراغ بالمنطقة ما بيضل مستمر اذا الولايات من التحدي بتنكفي من المنطقة رح يجي الصين رح يجي من المكان تيقض بهالمنطقة وبالتالي كل واحد بعث الرسالة اللي كان بدوا اياها بمجرد اعلان هالاتفاق هلا هالاتفاق اكيد مش انه اصار فيه احسن علاقات وانتهت الخلافات يعني بيقلك رح يكون في عنا تمثيل بسفرات بس في بند اساس التزمت في ايران عدم تدخل ايه هيدا هيدا طبعا نظري هيدا ابرز ليش نظري هيدا نظري لانه اليوم عم بتقلك انا ما عم بتدخل انه مش عم بتقلك عم بتدخل ايران عم بتقول عم بتدخل اليوم شهر الاوسط تقلك بطلع هلا وقتين بيطلعوا الحكيان طبعا بيقول انه نفوزنا بيمتد من البحر الابيض متوسط من لبنان الى بيقلك هيدا مش تدخل هيدا فيه شعوب حبة تتعاطف معنا ونتعاطف معها يعني اليوم انه الامريكان مش عم بتدخلوا بالسياسة الاوروبية بس بيقلك اخي اذا اوروبا عم تتجينس مع امريكا بمواقف باوكرانيا او غيرها معناتها انه صرع تدخل الساعتها مش سازاجة من السعودية انه تصدق ايران مش رسي تصدق ولا شو عطيت المملكة تتكون فيه سازاجة يعني هي شو تنزلت عن شو ما تنزلت عن شي وبالتالي رجت احية اتفاقيات اتنين من سنة 97 لالالفين وواحد كمان بيفيدوا ايران على مستوى الاقتصاد اكيد رح يحصل استفادة من الطرفين بس مش معنات انحلوا الخليفات يعني صحة بعتذل الانتحاد السوفيتي والولاية المتحدي خلال كل الحرب اللي بير دي كانوا بما يسمى حرب بير دي وكان فيه سفرات وكان فيه تواصل وكان فيه اتفاقيات توقع بناتهم وحدهم من سلح النووي وبالتالي هيدا ما معناتها انه نحلوا الخليفات ما معناتها انه تاني يوم عبكرة ما بقى فيه نقاط نزاعية بين الدولتين بذات الوقت هيدا الموضوع كمان بيطرح عدد من الاسئلة فيما يتعلق بالداخل الايراني لانه بعد ما اخد موقف بشكل واضح بعد ما اخدوا موقف حلاث السورة وبالتالي هيدا اتفاق حقق بمجرد الاعلان عنه حقق هدف اول واللي بيخدم الثلاث اطراف اللي كانوا موجودين بالصورة هلأ هيدا مرحلة اكيد صار في لنقول خليفات مش عقول تحت السيطرة بس تحت الاتصال يعني ما بي صار في تنظيم صار في ايه اذا بدنا نستعمل الكلمة بتعجب حزب الله بنظم هلأ في قواعد الاشتباك بقى بركي بنظموا قواعد الاشتباك بس في اشتباك يعني مصر في حل حلية كل المسائل وعم نقال له انه بالانتفاق هلأ طبعا نتطلع بالإعلام لانه كمان بهالانتفاقات في اللي بنعلن عنه وفي منون سرية وفي يعني كلنا بنعرف انه هيدا مواضيع لمصارية أزمة الصواريخ بكوبا كذباند سري بخصوص الوجود النووي التركية وكذا الرويت من التحدي وبالتالي بيكون فيه بنون سرية بس انه لنقول اللي نطلع على العلان انه قاله انه بيشيلوا صلاح ميليشيات هل هيدا واقعي انه رح يشيلوا صلاح ميليشيات التوجه الظاهر بالإعلان انه ايه هناك خسارة كبيرة لإيران وهي كانت بحاجة لهذا الاتفاق عم يرتكز على انه إيران وصلت على خلص يعني وصلت على خط النهيي وضع اقتصادي وصورات داخلية في مظاهرات مستورات نحن يجب باللبنان بعد نفرق بيقولوا انه صار في عدد نحن سميناها صار في سقط كم ضحية يعني أكيد بس بالمظاهرات بيقولولك في خمسمائة ستمية قتيل في مبارف قديش عكل أحوال شو ما كانت التسمية مش رح ناقش فيها ولكن الوضع الداخلي لإيران بيظلوا على العقوبات والتديق اللي عليها واليوم كمان موضوع النووي اللي عم بيضغط عليها أكتر وصلت بيقولوا كتهديد الإسرائيل بضربة يعني كلها والعوامل في ناس عم بتقولوا لأ خلص عم ترجع تعيد حساباتها إيران بالمنطقة ما بتتوافق على هذا الطرح لأ في موضوعين طرحتهم الموضوع الأول انه وصلت أشرف النظام الإيراني إلى نهايته والموضوع الثاني هل عم تعيد حساباتها إيران خدمة للحفاظ بس ما هي خدمة للحفاظ على هذا النظام أنا برأيي أول شيء رهان على سقوط الأنظمة مش دائما ناجح يعني نحنا اعتقدنا كلنا إنه نظام السوري ما بيهدئ وهدى إذا بتقرأ تسمع الإعلام الغربي كانوا عم بيطلعوا بالساعة أنت رح يصير رئيس بوتين وطبعا بقي موجود كاسترو بكوبا مع الأمبرغو ومع كل الموضوع بعدين لما سأت الانتحاد السوفيتي قالنا سأت النظام ما سأت النظام طبعا هلأ فيه أنزمة سأتت كان كل الناس بكرا لحظة لحظة موجودة إلى أبد الأبدين وسأتت وبالتالي هيدا رهين يعني يعني براهين أكيد فيه مظاهرات بإيران النظام مربك باللي عم بيحصل بالداخل ما فيه جنس الشك فيه بالشعب الإيراني أعرب عن رفض استمرارية منطق معين بالداخل أكيد ومين فيه عاتب بالشعب الإيراني يكون عم بينطفت ضد الأمر الواقع ولكن إعادة الحسابات دائما فيه إعادة الحسابات خاصة النظام مثل النظام الإيراني بيضل معه يعني بيعمل إعادة الحسابات بشكل مستمر يعني هيك أنظمة منا مستمرة من وراء شرعية انتخابات مستمرة من وراء حساباتها والأمن والأمن أما كيف تترجم هاي إعادة الحسابات هذا غير موضوع هل أنه اليوم إيران ضعفت لدرجة أنه تنكفي وتوقف سياسة النفوذ اللي كانت معتمدتها واللي راهنت عليها واللي استثمرت فيها خلال كل هالفترة أنا بعتقد أنه بعد ما بيّنوا الدلائل أنه فيها النية هاي أنه يرجعوا خاصة أنه هيك أنظمة بالعكس بيخافوا أنه لما بينكفؤوا إلى الداخل أنه يتهددوا أكتر ودايما بيكون الخيارات الخارجية هي لتضمن الوحدة الداخلية والخصومات الخارجية تضمن التماسك الداخلي طيب طيب هيدا على هكي يعني على جنب بأنه اضطرقنا للمعادلة اللي كانت بفترة الالفين وستطعش كنت عم تحكينا عن موضوع النصاب وموضوع الأكتريات اللي كانت بالمرحلة السابقة وكيف وصلنا لانتخاب الرئيس ميشيل عون اليوم عم تقول أنه النصاب هو أساسي لا أنا عم بقول أول شي أنه عملية النصاب هي عنصر من عناصر أول شي عملية النصاب هي تحوير لأنه أكيد أنه الدستور ما بينص على هالنصاب هيدا اللي عم بيستمر اللي هو التلتين لا بينص عليه لمنطق أنه يتضمن هيك بان بحلك ليه بكل بساطة لمنطق حط نصاب التلتين الهدف هو أنه تصعب وتعطل إمكانية اتخاذ القرار يعني دعونا نكون واضحين بيقولولك مثلا تعديل الدستور تعديل الدستور بده نصاب التلتين ليه بيقولولك هي بيقلك بيعلي النصاب وهي بيحطولك عطل التنبيع هو لا ما بدنا نخليك تعديل الدستور يعني ما بدنا إلا إذا عن جد وصلنا على مرحلة أنه في قناعة رزقة لدى الأكترية الساحقة ساعتها من عدل بيتعدل وليس كما واحد تطلع على باله يطلع هدفون من النصاب هيدا هو حماية الدستور بحالته الحاضرة يعني بالحالة اللي موجود فيها بوقت تصويتها وأكرار من الصعب جدا أنه الواحد يتخيل أنه المشتري هدفه كان أنه يصعب انتخاب رئيس جمهورية ويجري بيحافظ على الفراغ مثل ما بيجري بيحافظ على استمرارية الدستور بحالته الحاضرة يعني معلي في شوية منطق بمعزل عن أنه النص ما بينص على هيدا ولكن صار فيه لعدد أسباب الممارسات وفطة نحن نحن نرجع للي فرض منطق النصاب وفرض منطق تاني كمان اللي هو تعطيل النصاب هو عمل ديمقراطي لما تجمع هنهو اتنين مع بعضون أصبح انتخاب رئيس جمهورية بنفس صعوبة من تعديل الدستور كل مرة وبما أنه صعب الواحد يعديل الدستور صعب الواحد انتخي رئيس جمهورية يعني عمل بسيط أنا ما فيكم تفرضوا علي رئيس جمهورية لأنه إذا ما تكون تفرضوا علي رئيس جمهورية أنا بعض خلقوا منطق الفيتو ومنطق الفيتو استمر إلى انتخاب ميشيل سيمين لما انتخب الرئيس ميشيل سيمين كان فيه توفق مش واحد اجايل والله أنا بدي افرض على التاني هالمرشح بانتخاب الجنرال عون غيرت المعيدلة ما اجو قالوا ما قال حزب الله أنا ما فيكم تفرضوا علي رئيس ما بدي فرض هو قال لون أنا بقدر افرض عليكم الرئيس البدي لأنه أنا بخيركم بين الرئيس اللي بدي والفراخ وبالتالي استمر هيدا الفراخ كان فيه وجهتان نظر بهذا الوقت وجهة نظر أنه ما فينا نستمر بهالفراخ طبعا اللي ساعد هالوجهة النظر وعود بمراكز وتقاسم واتفائيات صلاحيات واتفائيات تحت الطاولة وهو 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 هيدا ما شحن نرجع له نتج عنا أنه الوقت البنية والطيار والطيار المستقبل مشوا بهال ما سمية التسوية الرئيسية التسوية الرئيسية حددت إطار على أساس وتم انتخاب الجنرال عون رئيس الجنرال تقدم له هالوجهة الطايفة الشيعية تكون في فيتور الطايفة الشيعية بالحكومة صار تعرف مش صار تعرف كيف صار تعرف إجا إلى حزب الله إذا بتكون تغيروا هالشغلة بعطل ما في تركيب حكومة وركب حكومة إذا بتقدروا تقدروا ركبوا حكومات وما يتعطل الموضوع إجوا إله نمشي فيها نمشي أمرة ومنجع منجع 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 أنت بتتصور أنه تغيير المعادلة بتخلي أنه حزب الله يجي يقول أنا هالقلية هاي دي متخلى عنها ولو أنا بحبكم أنت بتحبون هاي مش هيعملة اليوم صار فيه إلية وهي الكل لازم نفكروا فيها بالألفين وستة عشر صار فيه إلية تم اعتمادة بتوقيع سقور ما كانوا يصوروا نفسهم سقور أربطعش أداء بدك أنه حزب الله اليوم يجي يقول لك والله هاي دي الإلية أنا رح أعدل عنها لأنه ما بحب الفراغ بدي يقول له أنت ماضي عليها وانا ماشي انت هالقلية اللي كانت بدأت كفى ماشي وإذا ما تقول تغيروا القلية أنا مش هاي مشي وزيادة عن هيك حزب الله بيشي بالمسار اللي عم بيتتبعوا بالسيطرة بيعتبر أكيد أنه اليوم إذن سمين فرنشي منه منتخب رئيس لأنه مقرب منه هذا يعني أنه ما بقى حد رحيق اللي يكون كتير مقرب منه وهذا كمان بمنطق السلطوي رح تضرب له مستقيد منطق السلطوي ومنطق السيطرة خسارة خسارة وبالتالي الموضوع منه بشخص رئيس الوزير فرنشي أكيد ومنه بي نقول نظرته السياسية لأنه هيدا الموضوع بيقدر يطور بيقدر يوصل على التفاهم الموضوع هو بالإلي يعني هل إنه دخلنا بإلي بتم اختيار رئيس الجمهورية من قبل حزب الله وبعدين بيشوفوا شو هني التوفقات أو الانتفايات اللي بتجي إلى جانب انتخاب الرئيس يعني بيجي بيقلك حزب الله بيختار الرئيس وبيقعد مع الأطراف يشوف شو بيوزع لهم شوية مغانم لقاء على غيرال تسوية 2016 على غيرال تسوية أقل من تسوية 2016 حزب الله مرحي صعب يقبل هلأ ممكن تتغير الظروف بس نقول بالعوامل الموجودة اليوم على الأرض ملنا شايفين ليه بدوا يغير بإطار أو آلية تم تأسيس إلى من قبل الكل يعني من قبل بس هيدا الغزل بس هيدا الغزل اللي صدر عن أمين عام حزب الله تجاه الأفريقاء هيك والإنفتاح على الدنيا كلها وخاصة على السعودية ومرح هلأ نجيب سيرتهم بقى بالعاطل وما بعرف شو هيدا اليوم كيف بدك ترجمه يعني هيدا ما قلتلك لما بتتم بالقلية بيصير فيه شوية تراجعات توزيعات ومواهف وإنفتاح ما وكذا ليش لما تم انتخاب الرئيس عون ما اجا إيه أول زيارة على السعودية ومصر فيها المقاربة هاي ما كان أنه حبارنا وكذا سفير السعودي عمل جولة على البطرق رئيس بره وواليد بيك جنبلوت برأيك هيدا الجولة قبل ما يسافر وهو حسب القولون أنه الاطلاع على الاتفاق أكتر برأيك هيدا الزيارة السريعة لهالثلاث مرجعيات كيف لك رحلك شغلي هيدا تنبؤ صار يعني أنه اللي ما بيعرف شو حصير بالاجتماعيات بتصير عم نعمل الشغل المخيل بس بالتحليل من بعد ما من بعد ما غادر السفير السعودي كان في جولة جولة للوزير جنبلوت كمان خالجية واليوم عم بيطرح شغل الملاط بس وليت جنبلات كلنا بنعرف أنه كمان بيلحق التغيرات بوصل بالسياسة بدك تقول أنك أنت ما أنك بقى ملزم بترشيح ميشيل معوض كيف بتقولها هي إيه لبقى الطريقة طيق ما أنه ملزم بترشيح ميشيل معوض يعني ممكن يجي بحضن فرنجية هيك لحلك شغلي وهيدي بهالي المؤسسة هاي اللي بتكون تعرفوها أكتر من غيركم في طريقتين لانتخاب رئيس اليوم فيه بتنتخبه بتأمين النصاب وفيه بتنتخبه لما بتصوت له إذن اليوم تأمنوا للخمس وستين بعد فيه هلأ تأمين النصاب تأمين النصاب ما بحيجوا يخبروك أنه خينا إحنا هلأ كان عم بحيول يلعب الدكتور سامير جاجع أنه أنا بعضت المرة واثنين وثلاثة وبعدين مضطر أحضر اي من بعد ما اتخذ أخذ موقف رئيس بزب الكتي بشخ سامي جميعي رجع تراجع رجع وضح لنسمي ليش بدك تقول تراجع يا خي كان واضح لأ كان واضح معلشي استزع خلينا خلينا شوي اللي عم بجي أقول لك إنه توضحت هيدا توضح هذا الأمر طيب أوكي بس في الكتاب في القوات بدنا نعتبر أنه القوات هلأ نزاركوا وصاروا مجبورين يبقوا على هالموقف هيدا بدك تشوف مين بعد بعض طيل هني بقولوا في معون الثلث بدنا معون الثلث بدون ولي الجملات وبدون طيل الوطني الحر ساعتها القدرة التعطيلية موجودة الجواب هوني لأنه هوني صار فيه أخذراد أنه طيب أنت كنتوا عم تقولوا ممنوع الواحد يعطي لأنا صارتوا عم بتعطلوا كيف هوني صار فيه معيدلة ووضح نائب سامي جميل شيخ سامي لما قال خي وصلنا على وضع أنه إذا بدك أنت تمشي المرشح تبعك أو تجي تعمله معركته بدك تعمله 68 لأنه هوني ما عنده مشكلة عبن 86 أما إذن هوني بدون يسوق ومرشح لهم ونحن ضامنين النصاب صار هوني بدون 65 نائب تجيب رئيس ومن مالي الثاني بدك 86 نائب لتجيب رئيس بل لك هذه المعيدة لي مش ضابطة أكيد الأفضل كان إنه تكون معيدة لـ 65 على كله وننسى قصة النصاب بس بمجرد ما نفرض على اللعبة وتتغير هالمعيدة يبدك تعملها بالقوة يبدك تكيف معنا وصلنا على وضع هلأ تسخيط ومن تغير ها بالقوة بدك تكيف معهم بدك تقول إنه هذا غلط ولكن تحاول الكتاب وحلفائه إنه يكسروا أو يعدلوا طريقة أخرى لأنتخاب الرئيس لا لا مش هيدا عم بيقولو عم بيقولو هو إذن أنتو فرضين هالمعيدة لتجيب نحن نقدر نجيب رئيس هالمعيدة اللي بتكون انتو تتزم فيها يعني عم بيجو يقولو نحن ضد هالمعيدة دلي بس تالما انتو فرضت بدكم تتزم فيها يعني هن يعني مش اللي بيطبيق علينا ما بينطبيق عليكم اللي اللي لا لا اللي انتو فرضين علينا نحن بدنا ايكم تفرضوه على نفسكم. يعني لو اجوا قيلوا لا نحنا ماشيين ببلغ النصاب التلتين كانوا زقفوا الكتيب وكانوا زقفوا القوات وكانوا زقفوا الكل انو خي اوكي. بس انتو لما فرضتو هالمعيدة ليه? جواب كان اوكي. بس عم تفرضو علينا ونحن تنكسر هالفرض هيدا. مش هنروح السلاح. وبالتالي عم نجي نقول اوكي. لكن خليه طبق عليكم كمان. طيب. نعيم قاسم بيقول ارحموا الناس وما تعطلوا. نحن اعلننا دعمنا لمرشح ولهم ان يستمروا بدعم مرشح التحدي فيهدروا اصواتهم نعبثا. ونقول لمن لم يرشح بعد رشح من تقتنعون به حتى نعمل معهم لنصل الى نتيجة. امامنا طريكان الى الانتخاب الرئاسي اولهما الحوار لتقليص الاختلافات ومن ثم التوافق او التصويت كل لمن يدعم. اما التعطيل الذي يمارسه البعض لانهم عاجزون عن ان يحقق ما يريدون هؤلاء لا يتصرفون بامانة بامانة تكليفهم من الناس. يعني ما بعرف كيف كيف صدر كلام عن الشيخ نعمل. في اكيد في اليوم مش هقول انفصام بالشخصية بس انفصام بالمواقف. يعني اليوم اكيد رح يتطور الموضوع يعني. هيدا باي سيئة بتلاقيه. بتلاقيه لمصدحة مرشحهم يعني ساق اليوم. اكيد لانه اللي عم بيقولوه هو التالي. عم بيقولوه خلاص انحنا بطل عنا مشكلة اكترية. ساني عنا مشكلة نصب. اللي نحنا اخترعني. وبالتالي ما تعطلو يا شباب. تعو كل واحد منكم يدعم شي مرشح. والاكترية موجودة معنا. هيدا اكيد مطروحة. لا يصال الرئيس. المرشح سليمان. المرشح لانه. لا هي معهوة لانه الرئيس سليمان فرنجيه جد. بيضل كل ما نقول فرنجيه من فكره. لا يصال الوزير الفرنجيه الى الرئيسي. هيدا هو الموضوع. كل الباقي عم برجع لك. الموضوع منه بشخص الرئيس. الموضوع منه بالتفاهم على على نظرة او فيجن. بيكون عنده اياها الرئيس. لانه ما فيك تكون عنده برنامج. لانه البرنامج بطبيعته. هو على عاطق الحكومي. مش على عاطق الرئيس. الرئيس ما عنده برنامج. لانه منه هو مسيطر على كل السلطة التنفيذية طبعا. ولكن الموضوع هي الالية. وهون عم بيقلك. يعني بيام نتوافق. يا كل واحد صوت لمن ما بده. يعني عمليا عم بيجي يقول لك. اوكي. هلا مش حال نحنا عنا. هيقتنا جمعنا بعضنا. ظلنا نأمن خمس وستين. وبالتالي تفضلوا يا شباب. هلا صافينا نقعد ونحكي. ما بدكن تتوافقوا على الرئيس فرنجيه. بتقلي شو معناته التوافق. برجع بقلك. هيدا بدك تسأل اركان التسوية رئيسية. بيعرفوا كتير منيح شو معناته التوافق. معناته بتقبل بالمرشقة طبعا. وبتاخد شو ما بدك. لا بشو ما بدك اكيد. بتاخد شيء ما بيتم التوافق خطابات حلوة تجاه المملكة. رئيس وزارة خلال فترة معينة. وا وا وا. بس خلاص صار رئيس الجمهورية متل رئيس مجلس النواب. صارت لنقول تحت نفوذ قرار حزب الله. بعد في رئيس مجلس النواب بعدها الهلا. مجلس وزارة. مجلس وزارة بعدها من ضمن لنقول تسوي. يعني المركز الوزر. لا ابدا. المركز الوحيد اللي بعد بيقبلوا يتفاوضوا عليه تيكون نص لهم نص لغيرهم. هو مركز رئيس الحكومة. بس مع حسان دياب ما تفاوضوا. لا لا. مع حسان دياب كان حدا بده يجي بالوجه اصلا يعني. بس بيتفاوضوا انه منفتحين على التفاوض. يعني على مركز رئيس الحكومة بعد قبلينين هني انه يا لقلهم يا بتسويه. رئيس الجمهورية خلاص تترجع تكسر اللي نشأ بالالفان وستعاش عندك جهد طويل عريض. ما انه هين. وفيه معناتها بتوصل الى صدام سياسي ممكن يدوم. او بترضخ. بس. اه 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 ادي فيك انت تضلك بالصدام السياسي ما بعرف. بس انه هيدا هي المعيدة لليوم الموجودة على التوري. هل لانه نجعل هل اللقاء او التفاهم او الاتفاق اللي حصل بين المملكة وا اه. وا ايران. وا اه بيغير شي بالمعيدة اللي انا ماني شيف. بس بركي يغير باستصعب. اليوم كمان في اجتماع ببريز بيجمع كمان السعودة مع الفرنسا وكانوا واضحين يعني انه راح يتناول الملف اللبناني والضغط باتجاه انتخاب رئيس. اه. فالسعودة ليش اليوم حمص لكان لضغط لانتخاب رئيس. انتخاب رئيس مش بالضرورة معنات اه اولا اه السعودة ممكن يفوت بتوافق. يعني ممكن بيقبل بهالمعيدة اللي هاي يوم ما. يعني قبل بالمعيدة او ما مينع المعيدة لهاي بالالفين وستعش ما هيك. يعني ما مينع على الاقل مش على العلن انه سمعنا انه في موقف جيزي من قبل السعودية اللي بتخلي. لابل شفنا حركة للسفير بوقتها. كانت بالتجاه انه دعم شوية لانتخاب رئيسي. انا بعرف اذا كان دعمي بس انه ما كانت ما كان عنده موقف حاسم معيكس. شو راح يكون التطور وشو بيعملوا بين بعضون لانه في عدد من النواب اكيد منتظرين موقف. ما بدون ياخدوا موقف يفسر ضد علنا توجه المملكة. اكيد في عدد من النواب مش كل نواب. بقى هو النطرين. اكيد. انت خاب الرئيس اصلح قريب برأيك? حسب مين? اذا اذا فرنجية بكرة. اذا مش فرنجية فراغ. اي? هاي المعادلة. اما فرنجية ما الفراغ? انا هيك اشع. يعني اجا وقت. بس اليوم بيحمل يعني حزب الله اليوم هو منه عارف انه اليوم بيظل هالتفاهمات اللي عم بتصير بين ايران والسعودية. الفراغ داخل اه بلبنان رح يقدي بظل الوضع الاقتصادي والمعيش الضاغط اللي نحنا عايشين فيه. رح يقدي الى انفجار بمطرح من المطارح. ودايما نحنا على الصخن منروح على تسويات كبيرة. يمكن اكبر من حزب الله. مش عارف انه هاي دي التسوية رحنا عليها على الحامة. اه بسبب الوضع اللي نحنا عايشين فيه ممكن تقدي لخسارته ما يقدر يفاود. مش هيدا الموضوع يعني. الموضوع هو انه هل انت شو بدلنا? ما في يأمل يوم عم نحلي. هل انت تتنازع عن هالقلية ازا عطيوك ايها? بس ازا انا شايفة لقدام مش رح توديني لو ولا مطرح بديفاود. اه انت مين قال لك انه هيك اشعينة ليش لكن ليش دعموا ترشيحوا اعلنوا ترشيحوا على العلن. مش يمكن لانه. شو تا يتخلوا تا يقولوا هيك ننكسير وبينبسط غيرنا مناخد موقف. باركي طلع اسلايمان فرنجية هو ارر ينسحب. بردي اجا اسألك سؤال. انت حزب الله ازا حاطي تبيلك انه رح تتخلى عن هالترشيح. او تخلى المرشح هو ينسحب كل الناس بتعرف انه ازا عملا معناتها انه عم فسروا له انه انتهى الوقت لترشيحوا. انت بتجي بتقول طيب عقل لكن رح ايدوا بالعلن. وهيك ما بقدر اقول بعدين انه اصلا انا كنت عم بقول بدي رئيس تسوي وبالتالي انكسرت لما اعلنت ترشيح شخص وما قدر يوصل. مش بس الالية مش. بس كمان في انسحاب اسلايمان فرنجية من دون ما يتبني الحزب والحركة صراحة هو تخلى عنه يفسر انه انسحب اسلايمان فرنجية بسبب عدم ترشيح. اوكي بس انه بدي اسألك سؤال. بسبب عدم لحظة. بسبب عدم ترشيح. مش افضل لحزب الله من بترشيح وانكسار. بنظرة حزب الله بطريقة العمل اللي عودنا له وحزب الله. يعني بدك هيك بدك تفكر. انه اليوم ليش بده يجي حزب الله. بمثل او رحطيك مثل تاني. قائد الجيش. طيب طلع مواقف انه ما من مانع يوصول قائد الجيش. تقريبا كلهم الوا. صرت بسمع وين ما كان يقولوا لنا جاي ايدي الجيش. لو 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 كلهم صادقين باللي عم بيقولوتي جاي قائد الجيش. ليش قائد الجيش ما انه رأي جمهورية اليوم. معنيت انه فيه خطابات بس ما بت بتعبير عن اناع او عن 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 التزام ما او. وبالتالي لما كان ضلوا سكتين. ليش وصلوا على مرحلة يقولو نحنا. يجوا يديك شو فيه. هاي دي متل اللي عم بي متل اللي عم بي بيتعدى على على حليفهم. طيب اس ما هو عارف حسب الله انه ازا رجع جاب ازا اسلامان فرجية او الفراغ. ورجع جاب اسلامان فرجية رح يرجع ياخد نفس المواقف من الدول خاصة العربية وتحديدا السعودية لابل رح تكون مواجهة اكتر. ليش قررت انه المملكة ايه مش ممكن انه تفوت بتفاهم ما بالموضوع. يعني عم تحكين انه المملكة ايه اللي ممكن تسهل الوصول لسلامان فرجية. مش سهل ما تمانية. ما عم بقول انه برجع خلينا نجح نحط المواضيع بايطاره. ما عم بقول انه. بس هو ما كان هيك يعني هو خلينا نحكيه مثل ما هيه. المملكة اليوم بتقول هيدا الحديث. بتقول انا ما عندي اي اسم انا ببني تحيلو في او نظرتي للبنان بالمستقبل على حسب تعاطي الرئيس المقبل. طيب. بس 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 ضمنيا كان السفير السعودي والمخربين من من السعودية عم بيحطوا فيتو على بعض اسم. اذا اجا الوزير الفرنجية رئيس. وكان التعامل تبعه. جيد. جيد واجابي. بتقول لي بتفتح البيب او ما فيه جيوبك بس انه حزب الله فيه راهن على شغلة مثل هيا اكيد. هلا برجع بقول لك. الموضوع هو انه فيه الية محددة انطلقوا منا. انا ماني شيف انه رح يتخلوا عنها. بالاسف. ايه رح يتخلوا عنها. بما ازل عن الشخص المرشح ميما كان المرشح. يعني مش ضروري يكون. وخاصة انه معني هو الوزير الفرنجية. فيكون اه بفقا لهالالية عم بيرشحوا ميما كان. الموضوع مانه مرتبط بالشخص مرتبط بالالية. هل هل هذه الالية رح تترسخ بطريقة هاي. هاي رسالة لكل الطبقة السياسية بعدين. انه اللي بيلتصق بحزب الله بيوصل. واللي ما بيلتصق بحزب الله ما بيوصل. هاي دي. وهي الية حكم. متل ما كان. كيف النظام السوري حكم لبنان مش بهالالية هاي. صح. المحامة عادل نصار اهلا و سهلا فيك ببرنامج الحكب السياسي. شكرا لك. اهلا و سهلا فيك. مشاهدينا لهوم نكون وصلنا الى خدام حلقتنا. شكرا على حسن المتابعة ومنلتقى نحن وياكم الاسبوع المقبل اذا الله راد. موسيقى 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 موسيقى